السلام عليكم و اخباركم بيبنا ورين دايما معي بس عبيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب يا اهلا ببيني شارك سعادة غامرة الحقيقة انه في صدمة يعني انا قبل الفيديو ده كنت عامل لايف كنت بقول انه كل الطعون رفضت والحقيقة اللي كلمني كان واضح قال لي كل الطعون وكان قبل والحقيقة انه كل الطعون رفضت الا طعن واحد هو طعن الذي قدمه انا مش عايف بالامانة فيه اكتر من اسم بيتقال فيه ان استاذ كريم اللي هو مرشح على امانة الصندوق وفيه الكلام عن استاذ ماجد الحنبالي اللي مقدمه الايه اللي الاعتراض ورفعه القضية ضد الدكتور حسام المندوه الحسيني اللي كان مرشح على اضوية امانة الصندوق والحكم النهاردة كل الحكاية جمعت في النهاردة وكل الدائرة هي دائرة واحدة بتطلع اول حد دايما وحصل ايه اللي هيحصل او اللي حصل بالزبط الايتي لغاية الساعة ستة المحكمة بتنظر في القضايا القصدية نظرت في قضية زيناك بدري وتنتها لغاية الساعة ستة او خمسة تقريبا بتنظر كان يقال ان في الرول ركم فوق الخمسمية قضية فعلى ما خلصوا القضايا وبتاعه ودخلوا عامل في غرفة المدولة ظهر انه القرار خرجوا بعد ساعة او ساعة وربع اعلانوا رفض كل الطعون لعلى الكابتن حسين وعلى الكابتن فاروق وعلى هاني شكري وعلى هاني العتال وعلى شام نص على الكل اترفض الا الدكتور حسين المندوه طلع انه احد الاسباب انه قانون مجلس الشعب الجديد بتنص انه عضو مجلس الشعب لا يكون متواجد في منصب تنفيذي في اي مكان وفكرة اميني السندوق ده مكتب تنفيذي زي بالظبط الموقف اللي حصل مع اميني خلينا نقربها لكو شوي عارفيني لو استاذ محمد شبانة الصحفي والاعلام المتميز كان سكيرتير عامل قبط الصحفي وعندما تم ترشيحه في انتخابات مجلس الشيوخ ونجح اصبح انه لا يحق له التواجد كسكيرتير عامل قبط يده منصب تنفيذي يوقع على شكات بيكيت وكيت يعني حب الحاجات كده فاصبح انه لازم يخرج فانسحب خرج بس هو عضو كان عضو يعني من الانتخابات يعني الاخير اللي هو اللي هم يوفق فيها هو بالظبط المشهد كده طب هتقول لي طب ما اسمه ايه السليمان وهدان كان عضو جي الشعب ومازال اه عضوية لو كان الاستاذ المندول حسيني دخل عضو حسب القانون اللي احنا لسه بنعرفه ده لكان موجودا دون ان يطع عليه احد طب ايه الاجراءات اللي بيعملها دلوقتي الستاذ الدكتور مندول حسيني او الحسام المندول حسيني الايدي بيقدم الاستشكال واستشكال في القناة الإداري والصاب نفس الدائرة اعرفش هيبه فيه امر استعجالي ولا لأ استشكال استعجال ممكن بيوم الاربع يوم الخميس على الاقل تمام؟ ليه؟ لانه فيه حاجة مهمة فيه انتخابات يوم الجمعة وفيه طبع ورق وقصة وحكاية يعني طيب هنا ياخدنا الامر لإيه؟ انه الاستشكال ده مازا لو رفض لن يدخل الدكتور الحسام المندول الايه؟ الانتخابات ممكن يرفع بعد كده قضيته ويمشي فيها بإجراءاته ده حقه ما عرفش بعد ما يومش فيها هيقبأ فيه بعد تنفيذ الانتخابات وظهور نتائجه وكل واحد استقرر في وضعه القانوني ايه اللي هيجرى؟ الله على واحد هل اساسا الدكتور حسام لو قدر الله يعني وتم رفض الاستشكال بتاعه ومدخلش الانتخابات هيمشي في إجراءات ولا هيبقى قولك لأ مش هدخل في قصة لإيه القضايا والحاجات دي دي كلها نعرف لكن في صدمة كبيرة جدا داخل القائمة الموحدة قائمة الكابتن حسين من هذا الخروج المفاجئ الذي كان غير متوقعا ليه؟ لأن كمان القائمة معتمد اعتماد تام أو كبير بلاش تام على القوة حسام المندوه الانتخابية والمدارس بتاع الوالد والاستراتيجية المعروفة فإيه اللي هيجرى؟ طيب إيه اللي هيعمله دلوقتي كابتن حسين لبيه؟ في اللحظات دي وفي الوقت اللي احنا بنسجل فيه فيه ما يوجب غرفة عمليات اجتماع ليه أعضاء القائمة لبحث الموقف المعلومات اللي عندنا والله أعلم أعلم أنه أول حاجة إحنا مستمرين في ظهر المندوه الحسيني حتى آخر لحظة وتقديم أوراقه والاستشكال وكل الحاجات دي كلها ودفعاته حتى ليلة الانتخابات لأنه لغاية يوم الخميس لو الحكم ما ظهرش يبقى الحكم اللي ظهر النهاردة هو اللي هيعتمد اللي هو استبعاده من الإيه؟ من الانتخابات ومن ثم الكابتن حسين اللي بيبقى اللي يموني الأولية أنه إحنا زي ما إحنا وقفين مع بعض مش هنستغنى عن الدكتور الحسام وقفين معاه ومنتظرين أنه يعبر هذه الأزمة سريعا على يوم الأربع أو الخميس عشان يعود مرة أخرى للانتخابات دي أول حاجة طب ماذا لو ماذا لو حصل قرار بأنه رفض الاستشكال أو تحديد موعد للإستشكال المتأخر شوية القايمة بتتكلم دلوقتي إن إحنا ما نجدع خلاص يبقى المكان يبقى فاضر كمعه ومية تتخير بقى إحنا كنا مختارين الدكتور حسام المندو والقضاء كان له رأيه آخر ومن ثم يبقى فيه حاجة تانية إذن ممكن يبقى فيه مقعد فاضر مفيش في القايمة أمين سندوق ويبقى بقى سامي الدكتور كريم عدل ومحمد قدري ومحمد سليم وخياد لطيف هذا رباعي ومحمد المياه الخماسي وفيه أحد كمان بس الأسف رايح من الأسف من بالي هم دول يدخلوا المنافسة نشوفها يا عمي الصلاة ومن ثم يختار الجماعية عمية بلا شك القايمة أو الناجحون يعني هنجحوا بعض خلاص يعملوا إيه في بعض معضلة أخرى بيتكلموا فيها وبيتناقشوا فيها وهي فكرة هل القايم اللي هتتعامل للناس ممكن ما تنتخبش أمين سندوق فهل لازم نختار أمين سندوق على الأقل ليلة الانتخابات الله أحلى وحي هيقدروا يعملوا الحكاية دي ولا لا لكن المؤكد عندي أن هناك حرص تام وكامل من القايمة الموحدة في دعم وتدعيم والوقوف في ظهر الدكتور حسام المندوه حتى آخر ثانية في آخر لحظة وقوف والتزام تماما بيه هنا بقى الموضوع وده السؤالة أنا بسأله الأستاذ حسام المندوه ماذا لو لو قدرة له ما دخلش الانتخابات هل هيستمر الدعم القوي اللي كان عامل ووصفت لكم المندوه أقال المندوه وقال العتال هم وتد العمود الخيمة بتوع الانتخابات فلو في حد ما عملش المجهود كامل هيأصل على أمور فهل الدكتور حسام المندوه هيستمر في دعمه والانتخاب القوي وفكرة الدعم اللوجيستي اللي عنده هيستمر فيه ولا مش هيستمر لكن طبعا وجهة نظري ان الكلمة شرف زي منقول هو آية اللي احنا موجودين معاكم فأعتقد انه آل المندوه يعني الدكتور حسين المندوه والمندوه الحسيني هيمشوا في إجراءاتهم للنهاية واستمرار داعمين للقايمة الموحدة يعني ده في حالة عدم دخوله يعني في آخر اللحظات الله أعلم من الأمور لكن اللي هيجرى دلوقتي انه فيه وتد موجود اسمه هاني العتال بقى وتد عمود الخيم ايه اللي هيعمله فيه ناس هتبدأ أكيد تتواصل مع الحج مجدي والأستاذ هاني على الدخول بقى معهم ودعمهم الله أعلم من الأمور هتمشي ازاي لكن في اللحظة دي في آية خرارة أربعة أيام بنتفاجأة مفاجأة شديدة وقوية وهي فكرة خروج الدكتور حسام المندوق وهي مفاجأة قوية وصدمة حقيقية ما نضاش ننكرها وانه أنا بقول لكم انه مش هقولوك فيه فقدان يعني تركيز أو لا هي صدمة بس واخدينها بقوة وبيفكروا في إجراءات وبياخدوا ازاي وازاي لعموا الدكتور حسام المندوق حتى اللحظات الأخيرة وزي ما قلتلكم دي الخطوات اللي عملنا كابتن حسين أبيب في حالة خروج الحسام المندوق بالفعل من الانتخابات وهو لن يدعم أحد في مركز المنصب دوت والبحث دلوقتي عن فكرة انه بطلال الانتخابات في حالة لو هم نزلوا قوائم باسم المندوق الحسيني او الناس ما انتخابتش منصب أمين فالصوت هي بيعمل ازاي الموضوع دلوقتي هيبدأوا يتجهوا ليه اللجنة اللي بتوشرف عن الانتخابات لمعرفة هل التصويت على المناصب ولا تصويت كل يعني الرئيس لو فعليه بطلال الصوت ده باطل في الرئيس لكن الباقي الشغال شغال فهل ده اللي هيمشوا عليه ده جزء من الخطوات اللي أكيد بيفكروا فيها وبيشتغلوا عليها لأنهم عاوزين يعللوا قصة الأصوات الباطلة لأن ده يطارد الانتخابات اللي فاتت في أكتر من 9000 صوت كانوا بطلين منهم على الأقل 8000 صوت كانوا منتخبين قائمة الكابتن أحمد سليمان وقتها بس كان لهم عملوا مكان فاضي لهو المنصب في العضوية واحد تحت سن واحد فالناس كانوا تنتخبوا اللي موجود وتنسى ده فكان على البتاع الكلي ومنسمى أصبح الصوت بطل اللي هيجرى دلوقتي ايه لكن هي مطاردة الصوت البطل دلوقتي هدف أنه القائمة الموحدة تمنع الأصوات البطلة بأي شكل وإيه اللي هيحصل لأيام حبلة بالقصة والرواية والثلاثة ايام واربعة ايام اللي باقيين هيكون فيهم قصص وحكايات كتير شوفكم على خير في اللي جاي ودايما مع بعض إن شاء الله ومكملين ولسه متابعين انتخابات نادي الزمالك لا شك في هذا ولا رجل السلام عليكم